موسيقى أفادت اللجنة المالية عن وجود أكثر من 10 ألاف مشروع وهمي حتى عام 2014 بس ضمن صفقات الفساد المالي والإداري بالبلاد بقيمة 228 تريليون دينار يعني 190 مليار دولار وأنه تم صرف أكثر من 6 مليارات دولار في تعاقدات تخص الطاقة الكهربائية من دون تحقيق نتائج تذكر في عام 2015 ونسبة إنجازها 5% لكن مجمل ما تم صرفه على قطاع الكهرباء يوقف شعر راسك إذا كان عندك شعار حيث وصلت الأموال إلى 45 مليار دولار وهيس يدورون خص خصة ولازم المواطن يعرف أن العراق حصل على قروض تصل لـ 200 مليار دولار من عام 2003 من أجل إقامة هاي المشاريع وحتى يقتنع المواطن بالمسرحية أصدرت هيئة النزاهة أوامر إلقاء قبض بحق 22 وزير و335 مدير عام ما عدا اللي طفروا واللي تمت تبرئتهم والأحكام اللي صدرت بحقهم بين السنتين والسنة وفوقها كلهم ينتمون للأحزاب السياسية الحالية اللي تحكم البلد واللي يعدون الناخب بالخدمات شنو هالصدفة؟ تقرير دولي أظهر وجود أكثر من 250 مسؤول عراقي يمتلكون ثروة مالية تبدي من 30 مليون دولار وتصل إلى مليارات الدولارات والمواطن بعدها يدور بالزبل ميزانيات العراق من بعد 2003 بلغت 900 مليار دولار وفوقها الموازنة هالسنة كلها ضرائب يعني أكو 14 فقرة كلها ضرائب يتحملها المواطن مثل ضريبة دخل الموظفين واستيراد السيارات والعقارات وضريبة تعبئة الهاتف والأنترنت والسفر الداخلي والخارجي وضريبة المشروبات السكرية والمشروبات الكحولية والسقائر والمعسل وضريبة المبيعات على السلع المباعة وضريبة الفنادق والمطاعم وزيادة أجور الماء والكهرباء فنبشر المواطن من هسة أن يشدون حزام جديد على بطونهم غير حزام السنة الفاتت حجم الأموال العراقية المهربة للخارج يتخطى لألف مليار دولار بحسب إحصاء رسمي قبل قرابة ثلاث سنوات وخلي نحرق قلبكم شوية بعد تدرونش قد عدد السيارات المخصصة للمسؤولين خلونا ناخذ نموذج رئيس الجمهورية عندها 45 سيارة من بينها 15 مصفحة رئيس الوزراء 56 سيارة من بينها 20 مصفحة رئيس مجلس النواب 40 سيارة من بينها 12 مصفحة آرام الشيخ محمد 20 سيارة من بينها 4 مصفحات رئيس مجلس القضاء الأعلى متحة المحمود 40 جكسارة من بينها 15 مصفحة أما الآخرين فأقل واحد بهم ما تقل سياراته عن 20 سيارة وما لا يقل عن 10 مصفحات أما همام حمودي اللي يقول أنتم تعيشون نعمة ما بعدها نعمة وقد تذهب منكم إن لم تكن شاكرين وعارفين لها عنده 20 سيارة من بينها 4 مصفحات اللهم نشكرك على هذه النعمة اللي ما بعدها نعمة ترجمة نانسي قنقر